كل هؤلاء أصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم لماذا؟ قالوا في تهمة في تهمة لأن الأب يعطف على أولاده فيشهد لهم ولوزورا قالوا والابن كذاك يشهد لوالده ويشهد لجده فوجود هذه التهمة تجعلنا في مكان نمنع قبول شهادته له إذن المانع هو التهمة لكن لا يوجد دليل من الشرع لا يوجد دليل من الشرع يمنع أبو الشهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته لا يوجد أي دليل يمنع من ذلك إلا خوف التهمة وهم باب الاحتياط وخاصة إذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض أهل العلم حيث يعني ضعفت المراقبة الله تبارك وتعفقه بكثير من الناس فوجود التعصب وجود قلة الدين وكذا ممكن يشهد بالزول لوالده أو لوالده وهذا الشيء مشاهد فعلا فيقول لأجل التهمة لذلك لا نقبل الشهادة بعض أهل العلم قال لا إذا انتفت التهمة صحيح أنه نقبل الاحتياط في الدين لكن إذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة كان يكون رجل معروفا بقول الصدق له ولي غيره يقول الحق ولو على نفسه هذا غير متهم لأنه دائما يقول كلمة الحق معروف أنه يقول كلمة الحق له عليه لقريب لبعيد لمحب لمبغض دائما يقول كلمة الحق فهذا التهمة في جانبه غير موجودة أبدا لا يتهم لأنه عرف بكلمة الحق فمثل هذا هل تقبل شهادة أو لا تقبل شهادة